تحية تحية طيبة لكل مشاهدي قناة حنبال أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ذا البث المباشر دائما على قناة حنبال الخامسة اللاربوع في نقل مباشر من برنامج أكيد عيادة لجميع مشكورين لنا سيدة المشاهدين على تفعولهم دائما عن طريق الصفحة الرسمية لبرنامج أهلا جميع موقع الفيسبوك أو من خلال الموقع الرسمي لقناة حنبال دوبلفيد ودوبلفيد نقطة أنيبال تيفي بوان كون بوانتاني قولوا لي تحكي برشا وتكدي يسر لكلام ولكن نحاول بما ندخلنا شوي روتار اللي هنا بش نحكيه اليوم على نصحب لتوب ممكن بعض المعلومات الغالطة فيما يخص تكيّس المبايث دونك لزوفيغ بوليكيستيك تكيّس المبايث هو مرض موجود يمس أكيد هنا أنسى يمس الجنفي يمس التفلة دوت المانيير في مختلف المراحل المتاع الأمر متاحة برشا ما يفهموش تكيّس المبايث هو ديكيست في مستوى الليزوفيغ وما ديكيست دكتور وهاليكيست دهما كفاش نحيهم وقتاش نمشيه ممكن للمنظار وإلا هي تعتبر من الطرق زادة كذلك اللي ما عادش معتمدة لعلاج تكيّس المبايث أو فما أدوية فما ممكن نظام غذائي ثم معناتها أم بخوتوكول اللي هنا أسويفه كوسوسوال للجنفي وإلا حتى للمرأة اللي تحب تجيب صغار هل صحيح أنه تكيّس المبايث ذيكي ممكن يعرقل ويخلي فما صعوبة في الإجاب أو في التلقيح دونك شنو اللي يصير في مستوى الرحم شكوم النساء أكثر من غيرهم اللي ممكن ينجم ويعملوا تكيّس في مستوى المبايث وخاصة ما هي العلاجات المتوفرة لكوسوسوال للجنفي في الطفلة المراهقة أو كذلك لدى المرأة اللي يدي زيغة بوها عن طفل المرأة اللي تحب تجيب صغير ولا حتى للمرأة اللي ما جبتش صغار كما قلت دونك تكيّس المبايث وباش نصحوا ببرشة معلومات ممكن غالطة شوية لدى المرأة النساء التوانسة اللي قاعدين يشاهدوا فينا رحم الهدف المحتوطة على ذمتكم لتقديم أكيد لهنا كل تساؤلاتكم و23732-271 كما تشاهدوا فيه أسفل الشاشة العيدة جدا بيحضوروا لأول مرة أكيد في قناة حنبال وتحديدا في برنامج عيدة للجميع دكتور محمد خروف أستاذ مبرز سي بقنبي كلية أطب تونس أخصائي في تب النساء والتوليد والإعانة على الإنجاب دكتور محمد خروف مرحبا بيك شكرا لقبلك الدعوة متانا مرحبا بارك الله فيك ويعطيكم صحة على اختيار الموضوع إنه موضوع كما قلت أنت يمس برشة نهات وبرشة نساء صحيح وفيه بشة معلومات اللي لازمنا نفسرهم اليوم بقديم ونوضحوهم 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 مش لكيكة لعبتكم تفهمشلون الموضوع عادي أكسلان يظهر لي لبخونوستيك هو دوتلمانير مرض منتشر صحيح ومنعرش إناس معنات نعمات الحياة السريع هو اللي يخلى ممكن هالساندروم هذا متعليز وفيق بوريكستيك ينتشر أكثر من العادة وإلا هو كان موجود ولكن ممكن توا بما أنه المرأة متطلعة ومعنتها تعرف لليام معنتها كلهم بريسك مع تتجم تطلع على نوعية هذا المرض فأني تولي تلوج أكثر بكل الحرس تقييمك ساعتو دابوغل هنا لنساة توينسا في تونس حاليا معناه شحنا أحسائيات لسوء الحظ في تونس ولكن نعرفه معناه من أحسائيات اللي في العالم اللي حسب التقريب أحنا والمناطق النسبة تتراوح بين ستة ومرات حتى يتوصل لعشرين بالمئة نسبة وجود التكاييس المبايد يقعد كيفش يجي يعني شنو من الأسباب هذي مزلد غامضة يعني في المؤتمرات العلمية وفي النشريات عديد المحاولات بش نفهمه ما هو السبب تواجد المباشر ما هوش واضح يبدو أنه هذي اللوساندغونزوفيخ بوليكيستيك متأتي من بقى عديد العوامل فيه الوراثي فيه ممكن بعض المغيرات الهرمونات اللي ممكن تنجم تخوم المرأة الحامل ولكن موجود من قبل يعني حتى تشخيصه الأول حالة صارت في 1935 يعني معروف من قبل ولكن كما كنت تقول أنت صحيح أنه أول حاجة تتطور وسائل تشخيص تشخيص والثانيا البنات وإنساء اللي يعالجوا أكثر ويمشيوا يحبوا يفهموا حالتهم أكثر خاصة في الحالات اللي هي مربوطة بالدورة واللي مرأة تكون قبل معناها موضوع مكتوم عليه وميحبوش البنات يمشيوا يعديوا عليه وكله لكن تقول حمد لله ولينا نمشيوا إن شخصه تقول كتشخيص كثر مع هذا مزالت بعض النقاط والأماكن الغامضة في الموضوع هذي ومزالت بعض السوء فهم عند العموم متاع تكيص المبايد ومتأتي من الاسم متاعه اسمه والاسم غير مناسب الاسم غير مناسب نحن نشوفه دكتور في البلاك هذي نحكيه كما قلت على تكيص المبايد خاطر كتقول ديكيست سندروم ديزوفير بوليكيستيك دجا أنت سميت الكيست يقول لك دكتور أنا عندي ديكيست هذيك اللي يخليني كس سوات نشوفه شنو العالمات عند الجنفية عند الطفلة المراقبة ولا حتى كذلك عند الماري يقول لك عندي ديها وقالي عندي ديكيست وذيك ما نخلونيش نجيب الصغار هنشوفه البلاك هذي أكثر هما ديكيست هو صحيح لأنه المنين جاء اللبس وعليش تسمى هكا لأنه قبل كيف تشفوه في الثلاثينات اللي كانوا يشوفوهم في الليكوغرافي واللي هما يسخيبوهم لكيست ما همش ديكيست هم حوايسيليت كيما نشوفوا هنا على الرسم هذه الحوايسيليت هم موجودين في المبيذ المبيذ هو بالفرنسي يعني هو العضو فمازوز مبيذان عيمن وآيسر عيمن e Mozart هم اللي موجود فيهم البوايذات البوايذات ما همش موجودين مفرقين في المبيذ هكاكيك موجودين في جويوب نسميهم الحوايسيليت بالفرنسي الفوليكول وهذه الحواسلات عندهم أحجام مختلفة منهم الصغير بالكل اللي ما نشوفوه وش احنا في الليكوغرافي ومنهم وحيد أكبر شوية اللي حذرهم المبيض كل بداية الدورة واللي هما نجم ونشوفوهم في الليكوغرافي هذي الطبيعي والعادي والحالة العادية ها مثلا نشوفوه هنا في الليكوغرافي هذي الدور هذوكم لكحول اللي يشوفوه من ساكي يجيب أحذين أيام الليكوغرافي هذم هما الفوليكول والحواسلات العاديين والعدد المتاحهم اللي يتشاف في بداية الدورة عادة ما بين خمسة ومثلا وخمسة عشر في كل ما بيض هذي نسبة عادية وشنو يعملوها الحواسلات هذوما الحواسلات هذوما هما اللي واحدة منهم من هذوكم العدد المعين الموجود في أول دورة باش تكبر على الأخرين هي اللي باش تتقوم بعملية التبييذ نقوله عملية التبييذ نقوله نحن نقصت أكثر وهي اللي عندها قابلية أكثر من الأخرين باش يتم إذا كنتم تلقيح فانو باش يتم تلقيح واحدة من هذوكم الجيوب اللي في أوليكول باش تكبر و باش تتحل و باش تخرج البويضة اللي في وسطها كالنجم نشوف الرسم اللي بعد هذي صورة طبيعية اللي مبيض عند المرأة العادية هذي العادي التبييذ هو حاجة معناها عادية تيقع في كل معناها دورة وهي اللي يتمكن أول حاجة من المرأة باش في كل دورة تخرج بويضة اللي هي باش تلقطها قناة الفلوب و ثانيا الجيب اللي كانت فوس الحويسي لهذه هذي اللي باش تصنع الهرمونات اللي هي باش تحذر غشاء الرحم لإستقبل البويضة الملقحة يعني دورها ثنين صنعوا الهرمونات لتحذير غشاء الرحم باش يستقبل البويضة ثانيا إخراج البويضة من الجيب هذي هذي شنو نطلبه من المبيض العادي العادي اللي هو السيكل العادي كسوسوال هنا عند المرأة العادي هو معتا وقتاش يتم عملية تبدأ من سن البلوغ من اللول ببعض الاثرابات الصغار وهي عادية لأنه ما زال ما فيهش نضجل كيف معناها وكل وهم بعد كيف ننفوتوا عام ولا عامين من سن البلوغ تولي الدورة منتظمة كل بين 26 و 35 يوم الدورة هذي الفترة اللي لازم المبيض من اللول في نصفها الأول باش يكبر البويضة ولا الحويسي اللي باش تاخو على الأخرين وكيف يوصل حجم معين عادة بين 14 و 16 نيوم باش تتفلق نعم شوفوا الصورة اذا كان حاضرا شوفوا صورة باش تخرج منها البويضة على هاو تشوفوها هنا في الصورة كبرت على الأخرين في وسط البويضة اللي هنا شخصناها باللاسفر باش تكبر هذيك باش تصنع هرمونات باش لغيشاء الرحم يحاضر روحه باش يستقبل البويضة ومن بعد كيف باش تتفلق وتخرج منها البويضة باش تصنع هرمونات أخرى اسمه البخوجيستيغان وكيف يقع عملية التبييض عادي الدليل عنده هو دورة منتظمة واضح معنى إذا فما دورة منتظمة تأتي كل بين 26 و 25 يوم يعني فما تبييض يقع عادي سيفا عادي هذا هي حاجة مهمة ياسر يعني التبييض كيف يبدأ موجود تبدأ فما الدورة منتظمة بلاشنو اللي خلي اه تكييس ما باقي لازم نرجع الموضوعنا اليوم نجمو نشوفه نجمو نقدمو شوير باش نشوفه في الرسم نشوفه أنه فما هذي دورة طبييض العادي لكن اللي ما عنده مش هذي كالكبيرة دكتور هذي فليكوغرافية اللي كي ما تشوفوا فيها هذي الحويسي الكبيرة اللي في وسط البويضة البويضة من نجموش نشوفوها إلا بالمجهر ما تتشوف كان بالمجهر ولكن هذي طوى قريب باش تتفلق وتخرج البويضة مطيحة ولي باش تنتلقيحها ولا إذا كان فم حمل وإذا كان فمش حامل باش تنزل الدورة غيشة الرحمة اللي حذر روحه باش ينزل الدورة ترجع ويرجع السيك المنتظم وهكذا الدولة يكنرجعه كل مرة هذي كهو اللي باش يصير به شو اللي يصير في التكييس المبايد تكييس المبايد شنوه هو هو مهوش مهوش أكيس وهذي معنى مهوش بولا مهوش أكيس مهوش مهوش كيس مهوش مهوش كيس ومهوش ذا دا حاجة اللي لازمة تتنحها ليه هذي فقط كما وريدكم كبيرا لازمة تكون فما حسب تقريب بين 5 و 15 حويسلة محذرة روحها باش تكبر لهنية هذو ما اللي عندهم بتكييس المبايد شلقا وروحهم عندهم فوق العشرين حويسلة في كل مبيض ههذا نشوف في واحدة كبيرة وفي موحيد أخرين صغار وراها ولكن قدموا شوية في الصور نزيدوا نقدموا شوية هذي عملية تبييض عادية هذي عملية تبييض عادية نشوف المرأة هذية عندها ممكن ستة ولا بوايدات هذين هنا قاعدين نشوفوا الدور اللي نشوفوا فيهم هذي في الليكوغرافي بصفة كبيرة هذوما هما الحويسلات اللي كانوا يسخيبوهم أكيس والي هما في الواقع هما حويسلات يعني في الأخير هذوما هل الكثيفة متع البوايدات هي ما يسمى بتكييس المبيض كثيفة في البوايدات كثيفة في البوايدات اللي محاضرين نفسهم بش واحدة منهم تعمل تبييض كنشوفوهم في الليكوغرافي شوفوهم هكا دكتور شوفوهم هكا معنات عبار على في المبيض كسوى اليمين والليسار برشا نقط فما دي دياميتر مختلفين فما دي دياميتر هما عادة نقلوا بين اثنين وتسعة والعدد متاحهم يفوت الستاش اللي موجودين وهذا ماهوش بش يكون ما عندوش انعكاسات فما بعض نساء بش يكون عندهم فقط الهذية اللي نشوفوه في الليكوغرافي وما عندوش انعكاسات ولكن فما بعض نساء اخرين هذية النوع من المبيض اللي فيه كثيفة من البوايدات بش تكون عندو انعكاسات لانو بجي ترتب عنو اثيرابات في الهرمونات متاع المبيض الكثيفة الكثيفة بعض الناس ما تترتب عليها حد شيء وبعض الانساء بش تترتب ولكن دوك نعود نذكروا اللي تكيس المبيض ما هوش وجود كيس ولا اكيس في المبيض ولكنو كثيفة في البوايدات يترتب عنها اثيرابات اثيرابات في الهرمونات اللي هما اللي هما الهرمونات شنوة يعني الهرمونات هما كيمالستخوجين والبروجستيغان اللي هما الهرمونات التي يسنحهم المبيض بش حضر غشاء الرحم ولكن ايضا بعض الهرمونات كيمالتستيغان اللي هي هرمونا بين قوسين الذكارية ولكن موجودة طبيعيا عند المرأة وبش نشوفوا الهنا اللي بش تقع معناها الاثتيرابات هذوما اللي ما توحتينها المنفرسم اللي تشوفوا فيه اهمها شنو اولا اللي عندهم استيراب في الطبيض بش تكون عندهم استيراب في الدورة نذكروا شنو كنتم قول بالول كان فما طبيض عادي دورة منتظمة صحيح اذا كان الطبيض ولا معاش عادي بش تكون استيراب في الدورة علش بش تكون فما استيراب في الطبيض لانه الكثيفة هذي متاع البوايضات بش تولي المحيط اللي في وسطها غير سامح في بعض الحالات الوحدة منهم بش تكبر بش تولي هي تصنع الهرمونات وبش تقوم بعملية التبيض كما تقوم بعملية التبيض يترتب عليها حاشتين حاشتين اولا معاش فما موجودة بوايضة بش تتلقح ضعق صعوبة في الانجيب وثانيا ما فماش صنع الهرمونات الثانية متاع السيك اللي هي البخوجستيغان والي ذات دورة ما تجيش ولا تتأخر هذي اول من العلامات ممكن الموجودة ولكن مش الكل اللي عندهم نعاود نذكر ونعاود ديما نديد نأكد مش اللي عندهم الكل هالنوع من المبيض بش يعيشوا الأعراف فموحيد عندهم النوع المبيض هذا وموحيد عندهم مش مشكلة في التبيض وفهمش كون بش يعيشوا مشكلة التبيض هذي نسى سمحكي يقولولي ضغط كبير برشا على الهاتف مدام خلود من تونس ده كان معايا مرحبا بيك مدام خلود مرحبا مرحبا انا خلود عامل سنوك تنس سنين نزل من جمعة 26 سنين دكور 32 سنين 32 سنين نتعرف كنت عندي مشكلة في الدورة معميها العادة جيني مارتين في الشهر ولا أكثر ساعة عملت كوي في قليل عندك تكيوسات المبايد اي تاخذ في دواء مدام خلود خلود سمعني لأ شنو كيقية وعندك تكيوسات المبايد ما أعطوك شمثلا أمطر تكون أعطاني أعطاني بسيس سيار توضح لي رجي شنو أعطاها للتبيب ديك الماء قتلي نو نو دي فاستان دي فاستان دكور دي فاستان اي رابش وأكها ومعنها تجم تتفعل معها دكتور محمد خلود مرحبا بيك مرحبا بيك دكتور سلامة عايشك ربي فضلك شو أنا تخصوني نعفك أنا وقدمتك وقلي عني بي ونعفك شريك نيك لغات ربي فضلك مرحبا بيك عايشك دانك انتي مقبل فما أفتراب في الدولة هذيك شنو اللي جعلك معناها تمشي تعدي وشخصولك الحالة هذي صحيح اي الدولة اللي ذكرته هذيك هو بخوجستيغان يعني كيف ما كنت نقول إذا كان عملية الطبيض ما تسيرش والتوالي ما فاماش المبيض ما عاش يصنع الهرمون الثانية متاع السيكل اللي هي البخوجستيغان ولكن غيشاء الرحم بشي نجم يجيب الدورة عادي لازمو تجيه الاستخوجين وجيه البخوجستيغان إذا كان المبيض وحده ما هوش قادر بشي يصنع الهرمون الثانية اللي هي البخوجستيغان دوك نعطيها نعطيها بشي المرأة ولا التفلة يجيها أول حاجة الدورة منتظمة ولكن أيضا يبقى ديما التوازن في غيشاء الرحم اللي ديما لازمو يجيه نصف الشهر استخوجين ونصف شهر بشي بقى ديما في صحة جيدة قادرش تقات سو تراتم مثلا توقيما والله هو ديما ديما ما هوش الهرمون يشبه البخوجستيغان يقرب يسل البخوجستيغان الطبيعية ونجم المرأة تشربوا شربين وهو معوض لحاجة ما هوش المبيث قادر بشيصنحها ولكن معناها ما لازمش يبقى هو فقط الحل لأنه أحسن طريقة هو إذا أمكان نعملوا بعض اللي حويش في نمط العيش باش نرجعوا التفلة ولا المرأة تبيث طبيعيا وحدها اللي هو ما دكتور مثلا نعرف أنه التكايس المبيث مربوط باللانسولين وبأنه باللانسولين ما تقدرش باش تقوم بالنجاعة متاحة في البدن بيصيفها كاملة ونعرف أنه إذا كان نحفزه شوية الانسولين يأمر بعض الأدوية ولا من المستحسن بالرياضة وتنقيص مثلا الميزين إذا كان الطفلة سمينة عديد من البناء أو لما ننسى إذا كان فقدوا حتى بين خمسة وتسعة بالمئة من وزنهم خاصة برياضة باش نجموا يرجعوا للطبيع بدون أدوية وهو أحسن حاجة ولكن في الأثناء ما دين ما خلطناش النتيجة هذه من المستحسن أنه نحافظ على ذلك التوازن الهرمونية وإذا فم هرمونة مفقودة لازمنا نعوضها إلى أن نرجعوا للحالة العادية البروجستاتيف نوعية الأودوية هذه عندها خاصة نحكي عند الليجون في عندها إنعكاسات في المستقبل معنى قتل الطفلة هذه وعندها تكييش في المبايد ومن بعد معنى أخذيت وعرس وإستيرا وهي كالتسو ترتمام هال البروجستاتيف هذا ما الدوفاستان ولا البان اسم هو السيلونان كوميخسيال برج بنيتي تقلقوا يقول لك راو دكتور كسواء مع أنت هذه فكرة عادة معناها شائع عنا أحنا أولا لهنا ما نيش قاعدين معناها نزيدوا في هرمونية على الهرمونية لهنا قاعدين نعوضوا في هرمونية وهي مهيش مصنوعة في البدن واللي فقدينها معناها يخلي غيشاء الرحم في معناها حالة غير توازن عنده يجيه هستخوجين برشا ومغير بروجستيغان وبيطول الوقت يخشين غيشاء الرحم ويبدأ نزيف وفي على طول المدة إذا كن نبقى في هذي المرحلة عدم التوازن بشي نجم يرجعنا في عمنا مخاطر سرطان غيشاء غيشاء رحم ولذا هنا مانيش بالكل في حالة قاعدين نعطيه في حاجة فقط للراحة ولكن قاعدين نرجع في توازن دورة ودوازن الهورمونات اللي لازم يجيه غيشاء الرحم من المبيض وهو علاج يعني ما هوش حاجة ناخذوها للرفاهة معناها الدورة جي منتظمة فقط فيها يعني عكاسات ولا ما فيش عكاسات عدم أخذو ويكون فيها عكاسات وحتى الحبوب منع الحاملة اللي معناها منعوتها بالصبع لأنها تأثر على الإنجاب في يوم ويوناني وهذا قوسرة ومعنديش تأثير على الإنجاب معناها في يوم آخر تأخير سن الزواج وتأخير سن الإنجاب ينجم يكون عنده دخل لأنه العمر عنده أهمية وتنحكيه فيه الموضوع ممكن اليوم ممكن هريخ ولكن هنا لا نحكيه على في تكاييس المبايض اللي فم اللي عندهم تكاييس المبايض وعندهم معاه صعوبة في التبييض هذوما يكون الإنعكاسات صعوبة في الإنجاب إذا كان يفسر الإنجاب ولكن أيضا تأخر في الدورة ناتج على اضطراب في الميزين الهرمونات اللي لازم توصل لغشاء الرحم والاضطراب هذا ما نجموش خليوه لازم يرجع معتدل إذا نجمنا رجع المبيض يبيض وحده مرحبا ولكن في الأثناء لازمنا نسلح هذا الخلل أول الشيما هذا تخي اللي يظهرنا المراحل كسسوها عند المرأة الجن في الطفلة اللي مزالت معنتها صغيرة ومزالت ما عرصتش معنتها من بين العلامات متع تكاييس المبايض قلنا تأخر واستراب في الدورة الشهرية الرجل ما جيوش بصفة منتظمة صحيح ولا متأخرين متأخرين عادة أكثر متأخرين معناها أكثر سيني موجود هو أنه مدام التبيض ما يصير أنه الدورة مش تتأخر ومرات يقع نزيف مش على خاطر جيت الدورة ولو قع تبيض لأنه سماكة غشاء الرحم طلعت 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 حتى لين ولا نزيف يعني يجي نزيف بصفة كبيرة وهذا يمشي في بيلاري هي جيت الدورة وهذا طوالحال يجب أن نتفديوها ولكن كما نشوف في الرسم هذا يزيد اللي جنفي فما حاجة أخر تنجم تقلقهم اللي هي يعمل تكاثم كذفة الشعر صحيح فين في الأماكن اللي ماهش اللي عادة ما تكونش متكاثة عند الأمرأة مثلا في الذقن مثلا في اليدين في السقين في البطن اللي هم أماكن يقلقوا لجنفي المرأة بصفة عامة ولكن لجنفي بتتبيلها ياسر على الموضوع هذا بشتركز عليه برشا ونعرف أنه اللي عندهم تكيس المبايض وهما مزالوا في سن المراقب يكون عندهم أكثر اضطرابات حتى النفسينية لأن كنا حكينا على لانسولين تعمل مرات أكثر سمنة من سن الأخرين تعمل أكثر شعر ولذي هذم كلهم في السن هذية بالمظهر الخارجي وكيفش يغزرونها معناها تنجم تكون عندها تأثيرات نفسية ولذي معناها ديما نأكد وحنا التكيس المبايض راه ما هوش معناها حاجة اللي لازم يخوها لجينيكولوج وحده التبيب النساء والتوليد حتى الدرماتولوج نعمالما يدو فر اتنسيون معنا تجيهم طفلة عندها شوية معناتها كثيفة في شعر في مناطق ماهيش طبيعية فإنه ممكن يسبونج تكيس المبايض صحيح والحقيقة معناها الزملاء الطبيق الجلدة معناها عندهم الغفليكس الحقيقة كل مرة إذا كيف يشوفوا هذا قبل ما يبدو علاجات معناها فقط علاجات الشعر يلتجون ويسألون هل هناك معناها التكيس المبايض هو اللي يفسر الحالة هذه بشكيكة احنا نجمو نتلهو الكل بالموضوع هذا سمحني دكتور مدام أحليم من سفيقس إذا كان مزالت معي قبل ما نخش وفاصل أحليم مرحبا بك أحليم مرحبا أحليم قد عمرك أحليم 26 سنة تفضل أحليم أنا معناها الصخصة الحالة منتاعي يفيدوا منتكان ذكاكا تريد لولا معناها تبقى لأمر يجي منطيح بالفوا وتوديك لراجل أنا كانت دخلا بعضها تريد ذي كان معناها معايا ريزيم ونطيح في الفوا سابق تريد منتاع تروى مواء كتر مواء ومبعد دو 2010 ما عاش بديني لراجل جملة مع غير دفاس جملة معناها سوا من 2010 في 2020 سوا ما دفنش في راجل مع غير دفاس معناها نبقى عام نشوف دفاس وم الميزين وقعدت نفس الميزين حافظت عليه من نشوف بفوا برس 165 نزل 76 معناها عمل صارع عمل في ديف أمال ومتاع محب الشيطي حضرت هذا صعوبة من صعوبات التكاييس المبايد هو أن المقاومة المقاومة التي تعلنسلين هذه المشكلة هذه ما تخلي أن حتى فقدين الوزن ما هو سهل لأن فيه مجهود كبير وثانيا حتى الرجيم ما يعطيش فعاليته مباشرة لازم نزوز على 13 مرات نلتج بعض الأدوية كما المتفرمين اللي هي تزيد التعاون اللانسلين بيش تشتغل ولكن كما فهم حالات وكما حالات أختنا حليم اللي طلبتنا هذا معناها الرجيم وسبوغ ينجم يرجع المرات بيذو وحدها وذي موجود يعاون ولكن ما يكفيش عاونها في وقت من الأوقات ولكن في مرات ما يكفيش إذا ما كفيش نحن في حالتين يأم نحن في حالة نحب وننجب ولا في حالة ما زلنا ما عنيش برنامج نجيب كي نبدأ وما نيش في حالة نجيب وما تحصل نيش على الطبيعي لازمنا ناخذوا دوية البروجستاتيف اللي ما عندهم حتى التأثير خطرتها من 2017 2022 تحت الأدوية من البروجستاتيف ما عندهم لاكس حميت روحها كيف خذت تحمي في روحها لأنه فما حاجة نقصة في بدنها ولهي لازمة تكون موجودة ما كانش كما كنت نفسر غيشاء الرحم بيش يبقى يغلاث 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 ونزيف وفي يوم من الأيام بيش يكون معناها حالة متاع مخاطر متاع السرطان رحم ولذا إذا كان ما خلطنيش عملنا الطبيض الطبيعي من المستحسن أنا ناخذ الأدوية اللي بيش تعاوذ الهرمونات اللي هي غير موجودة في البدن وارح شكرا لك دكتور محمد خروف أستاذ مبارس سابقا في تب النساء والتوليد والإعانة للإنجاب بكلية الطب بتونس كل أكيد التساؤلات بيش نجيه للمرأة اللي تعاني من التأخر ممكن زادة في الإنجاب من بين ممكن زادة كذلك المضاعفات متاع تكيس المبايض كل هذا تبقى معنا بعد هذا الفصل فضل